أستاذ جانعيد أهلا وسهلا فيك على تلفزيون عمان شكرا كتير أهلا وسهلا فيكم بتلفزيون عمان بعد زمان بعد زمان 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 وأنا كتير سعيدة أني كون موجودة معكم لأنه ما بتعرف قديش يعني هذا التلفزيون يعني بسبب لي نوع من الحنين فترة كتير طويلة اشتغلت بعمان ويمكن لسه الجمهور الحبيب بعمان بيتذكر العمال اللي كنا نشتغلها سواء الاجتماعي أو البدوي أو التاريخي حتى فترة كانت كتير كتير حلوة وبتمنها ترجع طبعا بتمنها يصير فيه هذا الزخم من الدراما الحقيقية اللي كانت اللي بتصير هلأ اللي لازم تصير متل ما كانت تصير بالأول فأهلا وسهلا فيكم شكرا كتير للاستضافة شكرا أنا وعيد ما لقيت لي أم ولا أب كمان أيوة يا مريا أيوة افتحيني قلبك يا بنايتي شو بدي أقول لك بس يا خالدي كل شي يا مريم كل شي أنا كنت عايشة في الأزرق مع عمي ومرت عمي بمرة أنا كنت مع ست وفاء قالت لي يعني كنا نروح على الأردن أنا وأستاذ هي شيانا قد ما مثلنا بالأردن صاروا يفكرونها أردنيات هون حتى يعني السوريين هيك يفكرونها فشو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني حقيقة هذا الشي لأنه نحن بفترة يعني بداية ثمانينات كنا خرجات جدد من المعهد العالي للفنون المسرحية وكانت فترة يعني ازدهار الدراما الأردنية كانت مزدهرة أكتر دراما بالعالم العربي طبعا بتمنى لها دائما تكون مزدهرة لأنه بتستحق مع بحكي مجاملة فيها يعني مبدعين من كل الممثلين مخرجين حتى مهندسين ديكور فنيين يعني مبدعين بيستحقوا أن تكون عندهم دراما كتير حاضرة وكتير خاصة وموجودة بكثرة يعني فكنا دائما يعني نشارك بأعمال أردنية وكنا يعني لما نروح لأردن كأنه ما كأنه غادرنا سوريا على الإطلاق البيئة نفسها تقريبا اللهجة تقريبا وحدة الناس طيبين كتير 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 الممثلين مبدعين وبيعطوك هيك دفق من الإحساس بيخلوك تتقلق بشكل أو بآخر يعني فكانوا يفكرونها أردنية لحد الآن يعني في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتكتب الممثلة الأردنية مثلا جيان عيدة طبعا هذا الشرف كتير كبير لأيلي شرف أن يكون ممثلة أحمل كل الجنسيات العربية إذا بدك وخاصة يعني هلأ نحن عم نحكي على تلفزيون عمان يعني هذا هو الثروة الوحيدة اللي بيمتلك الفنان حقيقة هالمحبة الكبيرة وهالتقدير الكبير حتى إذا بدك يعني صلي زمان أنا من الألفين بتصدق ما رحت أنا على عمان صورت عمل مشترك مع يعني فنانين من عمان بس لحد الآن يعني دائماً توصلني رسائل إنه وينك وشتقنا لك وبدنا إياكي وإنه ليش أنتي ما عم تجي لعننا وهيك ما بعرف كيف الظرف شفت نحما ظرفنا بسوريا صار ظرف شوي خاص تقلمنا كل أياتنا ونوجعنا كل أياتنا إذا بدك حقيقة بس إن شاء الله الأيام جاية يعني هلأ عم تحكي بفكر بصناعة الدراما وأنت إلك دورك عم بصناعة أجيال من الممثلين خلينا نحكي عن دورك بهذا الموضوع يمكن يعني سبب لك شوية حساسيات أو عداوات يعني بالوسط نسمع أحياناً كتير بلومك إنه أخدت دفعة كبيرة أحياناً بلومك على شيء عملتي بالمعهد شو برأيك هذا الموضوع إن كنت ندمي إنك دخلت بهي القصص كنت بقيتي ممثلة كل شيء تخذته أنا كنت مسؤولة عنه كنت مسؤولة عنه بوعي كامل وكانت مصلحة الطالب هي الأهم هي يعني الهاجسة اللي كان يقرقني مصلحة الطالب أحياناً الطالب ما بيعرف مصلحته نحنا للأسف كنا عم نعيش حرب يعني فضيعة ما في إلى أي معيار مشابه في أي مكان بالعالم شباب عم يتقدموا لتقريباً ست وسبع سنين وبيستاهلوا وبيملكوا المعايير بس ما عم بيقدروا يكونوا موجودين بالمكان أتهمت بإني أنا قبلت عدد كبير من الطلاب أتهم بإني حققت مستقبل جيد وواعد لناس بيستاهلوا يكونوا موجودين بهذا المكان بس تعبنا شوي أنه عسمنا الدوام لأصمين وخلينا الأسات زي يعطوا يعني دبل اللي كانوا يعطوا طيب نحنا اللي تعبنا الإدارة اللي تعبت الطالب هو ضل عم بيمارس كل شي بشكل طبيعي صح شوي ضمن ضغط المعهد ضغط المكان بس إنه أهم إنك تحقق مستقبل لشاب بالآن بهيك ظروف يعني مميتة إنك تحقق له مستقبل وتخليه تواجد بشكل صحيح وحقيقي وبيستاهل إنه يكون موجود تساهم ببناء مستقبل لشباب عم يبدون هني يحملوا الراية بالمستقبل وهني يكونوا صورة البلد المشرق أو إنك تخليهون يتسربوا ويروحوا لأماكن أصلا هني مراضيانين يروحوا لها بس لأنه الظرف رح يكون ضاغط إنه الأهم أنا برأيي هاي مو قسوة أبدا وهذا مو خطأ أنا بعتقد إنه اللي عملته كان إنجاز يعني إذا كان حدا عم بيتهمني إنه أنا أسأت فهو اللي أساء لأنك تأمن مستقبل لشباب بهيك ظروف هو هذا المطلوب مو تخليهون يروحوا لأماكن يعني ينحضروا فيها أخلاقيا وقيميا وحتى إنتاجا لحتى يتواجدوا بشكل أو بآخر أنا بعتبر إنه هذا إنجاز وبعتقد هاي مغامرة بس المغامرة كانت رابحة والدلالة على هذا الشي شوف هلأ الشباب الموجودين بكل أعمالنا الدرامية الشباب مين هني؟ هني نفسهم الخرجين اللي قبلناهن واللي قالوا إنه أنا أسأت يعني بخياراتي لما أقبلت كم كبير من الماهر هيدولي الوجه المشرق إذا بدك للمستقبل الفني السوري فبتمنى لهم كل التوفيق وكل الألق دائما وبقل لهم قوعة استعجلوا على مهل على مهل اختاروا وخليكن هيك عم تعملوا هذا الخاص الجميل اللي عم تعملوه وعم بيعبر عن روحكم السورية الحقيقية خليكن مستمرين فيه والمستقبل لإلكم بتمنى لكم كل التوفيق تعرفوا قدش بحبكم شكرا لإلكم بتمنى لكم كل التوفيق شكرا لوجودكم معنا وبتمنى لتلفزيون عمان كل الأزدهار دائما عند كل النجوم لكل الممثلين بعمان مشتاقة تنزلي على الأردن خبريني قديم مشتاقة طبعا مشتاقة لأنه أيام لا تنسى يعني أيام لا تنسى عطاءات لا تنسى علاقات تلطيفة كانت بمنتهى الدفئ فأكيد أكيد يعني فبتمنى لهم كل التألق زملائنا بالأردن لكل المبدعين بالأردن إن شاء الله دائما تكون الحركة الإبداعية بالأردن يعني نشطة وموجودة وحاضرة وبعث لكم من هون تحياتي ومحبتي وأشواقي وكل الخير دائما لألكم تحياتي ومحبتي تحياتي ومحبتي تحياتي ومحبتي